السلام عليكم اليوم عندنا فصل 11 بكتاب النحو هذي اول محاضرة ببساطة فصل 11 يتكلم عن الجمع وعن الاضافات الـ E D I N G R وعلى اخره فهنا يعني ببساطة بفكرة اخرى يعني الاضافات اللي تنضاف للكلمة واصلها فيعني الاضافات اللي تنضاف على الكلمة واصلها فهنه ومن هنا بالجميع هنا بالتملك هنا تملك اذا كان جميع ودوكتور صباح هنا دوكتور صباح بالنسبة للتملك اذا كان مفرد هنا بالتملك اذا كان الجمع ليش الفارز هنا الس هنا صارت بعد الس و هنا الفارزة بقى قبل الس لأن الومن جمعها مو بإضافة الأس الكلمة اللي تجمع بإضافة الأس الفارزة تكون بعد الأس بحالة التملك والكلمة اللي هي شاذة اللي تبقى فارزة قبل الأس هذا ملاحظة مهمة زين راح نجي هنا هو راح يتكلم عن موضوع الجمع والأضافات اللي نضيفها للكلمات بشكل عام شوف يعني نقول يعني الاشتقاق تصاريف شلون نشتق شلون نصرف الكلمات هيتش يوفل آي صارة مي بالأوبجكت بنمفعل به وهنا شتصير ضمير بالضمار الشخصية وهنا بضمار التملك هنا نفس الحالة اللي شوف هذي وي تصير أس يو صير يو نفس هنا تصير يور وهنا صير يورس نفس الجدول هذا طبعا هزين ايضا الهوم هوز هوز تبقى نفس هيا كذلك هنا راح يتكلم عن الفعل وتغييره شوف هنا شو بالأس نضيفه لأس بأس الشخص الثالث هنا نضيف لأين جي بالأي دي بالماضي إي دي بالتصريف الثالث إي دي أو ترهم شون كذلك كت كت كتن كت كت وإلى آخره وهنا هم تكلم عن إضافة الإي آر بالنسبة للمقارنة والتفضيل يعني إي آر إي أس تي المقارنة والتفضيل وأيضا هنا هم تكلم عن النون و إضافاته أيضا من 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 ويعني نتكلم عن موضوع الإضافات فأنا أمنطيك على هذا التمرين يعني نقال لك هذه كلمة شون بتجمع شون تكون بالبوزة فس أضيف لها أس وتحط فارزة وبالجمع بالملكية إذا كان جمع راح تصير إذا أس مثل هذه شذن يكون أغلبهن للجمع يكون الأس بعدهن بس عندك أس هذي مثل هذه لا هذه الفارزة تبقى قبلها لأنها هذه ما لها جمع أصلا براثرس هذي هنا براثرس تبقى هنا هذا البراثرس بحضة لها فارزة وهنا الفارزة راح تكون بعد بعد الأس هذا تمني تحفظ حفظ زين هنا عندك يقول لك ثلاثة اختبارات تفيدنا حتى نعرف أن هذا الاسم مفرد أو جمع الطريقة الأولى نستبدل الاسم به أو هم واضح the beach was covered with white sand it شوف هنا نقدر نستبدل sand beach bit واضح من نستبدل الاسم عرفنا أنه مفرد النقطة الثانية the number of noun may be singled by modifier ممكن نعرف عن طريق وجود المodifier المodifier ممكن هي تدلينا أنه الفاعل أن الكلمة مفرد أو جمع this مبين اللي مفرد من أشوف this أقول اسم هذا اسم أكيد مفرد من أقول this مبين هذا جمع من أقول those هذا جمع that مفرد هذا النثنين هنا جمع واضح أو مثلا 15 15 هذه كلها أشياء الدل عليما على الدليل تبين لأن هذا الشي مفرد أو جمع النقطة الثالث كذلك when functions is the subject of verb يعني لما يكون الاسم فاعل أنا راح أعرف من خلال وجود الفعل المساعد يعني تشوف هنا كودس آر أنا شون عرفت هذا جمع مو بس وجود الاس مرات الاس من أصل الكلمة مثلا news حسنا مثلا كلمة news راح نحط لها is ما راح نحط لها آر لأن الاس هذي مؤسس جمع واضح من أصل الكلمة هي أصل ها يعني المفرد فهنا أشوف هذي muscles شوف هذي عفو كلمة S هنا أحطيها R عرفنا أن هذا جمع هذه L عرفنا أن هذا مفرد فهذا المقصود النوع الثالث الاختبار الثالث نجعل هذا تمري نفس الحال قال لك استبدل الكلمة بضمير واضح مثلا هسا الأولى مستبدلة بذم زي أن الذم هي للجمع أكيد هذا جمع plural الثانية استبدلاها ب it هذي سنقال زين شلون عرف هالحال موجود ابنها هيت الكتاب مثل ما قلت لكم زين هنا منطيق modifier قال لك encircle the noun modifier اسم modifier or pronoun reveals that reveals a number يعني دليلي على الكلمة أو على الدليل اللي بيين انه هذي كلمة مفرد أو جمع الأولى الأولى عندي FU FU هذا هي تشير للجمع هذا هذا جمع الثانية عندي ذات هذا هذا النيوز مفرد الثالث it's مفرد الرابعة ذير هذا جمع بينات يعني رابعة بوث ايضا تشير للجمع تمرين هذا منطيك نفس الحالة منطيك أفعال المساعدة وقال لك عن طريق لفعال المساعدة تقول لي هذي جمع لو مفرد هذي واز اذن هذي مفرد وير هذي جمع is مفرد are جمع has مفرد واضح هذا المقصود بي زين انا هذي تمري هم نفس الحالة تمري الحال موجود نص المالت سهل لكل اشترا تمري هم تحفظون حفظ هذي شوف was مفرد where جمع هنا دا يتكلم عن الكلمات التي تكون اضافتها يعني تحويلها للجمع وتغييرها بالإضافتها شاذ يعني احنا نعرف انه كو كلمات شاذة بالجمع فهنا هذي يتكلم عن هذا الموضوع مثلا oxen children واضح واضح دا يحشي لك عنها يقل لك اكو بيهم تتغير تغير يعني يعني جذري بيهم بضافت شيء معين ومنطيك هنا مجموعة من الجمع طبعا اغلب الاسات اذا يعني من يأخذون هذا الموضوع يطالبونك بالجمع فاني عندي فيديو خاص للجمع شرح بالعرب ايضا ترتيب كل الجمع ما اللغة الانجليزية بالفيديو ان شاء اميضا اضيف بلكم حتى وبعد هذا الفيديو عمود ان شاء الله اهم يفيد كم اكثر 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 اكو كلمات هنا شوف قالي اكثر من الكمال ناونز فارم ذا بلورال باي ريب بلايسف الامورف يعني شنو يعني اكو كلمات يعني تنجمع بتغيير حرف علة واحد شوف هذي من مين ومن وما شوف غوث توث فوش ذا نيكو هن تغيير هن بتغيير حرف علة واحد هذا اليقصد بي وين ستوف ناونز هز الامورف that is different from the singular يعني هذي قواعد تجمع كل هل لدي وخوين فسكم راح تجيكم فيديو خاص ان شاء الله كل هذني شون تجمعون هين وتغيير هنا وهذا تمارين الحل ماريت حفظ واضح لدي كل هل لدي وخوين فسكم بي راح دزلكم فيديو ان شاء الله هتفهمون طبعا ايه هنا هذا موضوع الجمع ايه هنا ان شاء الله يعني هذا الفيديو بعد هذا الفيديو لازم تشوفون فيديو الجمع يعني خاص بموضوع الجمع كل يستفادون من عندي لازم تضبطون لانه اكو اغلب الاساسات ينطيق كلمات لديك تجمعها واضح او ينطيق جملة لديك تجمعها وانا متكلم عن هذا موضوع بفيديو خاص وراح تزكيون ان شاء الله اتمنى هذا الفيديو الاول طبعا وموضوع الجمع اه قلت لكم راح يكون تقريبا الدرس الثاني من هذا هذا اليونت زين شرح كله شحلو مرتب عربي حتى الكتابة باللغة العربية يعني بس الكلمات يعني كله شحلو محترجمات ايضا فانتوا عالية بعد هذا الفيديو راح تشوفون راح تشوفون فيديو الخاص بتجمع بعدها ترجعون تكملون هذا الفيديو البقي والسلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله عندنا جمعة الأسماء فيها اللغة الانجليزية ونأخذ اول قاعدة قاعدة الاولة تجمع الاسماء فيها اللغة انجليزية قاعدية بإضافة حرف الاس إلى الاسم ثاني قاعدة تجمع الأسماء التي تنتهي بحرف S أو Z أو X أو CH أو SH بإضافة ES إذن أي حرف ينتهي بأحد هذه الأصوات وهي الأصوات الأزيزية تجمع بإضافة ES خليها ببالك طبعاً أكو حالات شواذ إحنا هذه القاعدة عامة باللغة الإنجليزية هذه القاعدة الثانية نجي للقاعدة الثالثة تجمع غالبية الأسماء التي تنتهي بحرف أو مسبوق بحرف ساكن بإضافة ES تعرفون شنو هو حرف الساكن؟ حرف الساكن هو الحرف الثابت الحرف الغير علة حروف العلة خمسة باللغة الإنجليزية اللي هن ال-I وال-E وال-O وال-U وال-E زين مثل ما تعرفون حرف العلة إذن نضيف لهم ES مثلاً هيرو هيروز نضيف لهم ES هيرو هيروز بوتايتا بوتايتز وإذا نيغرو نيغروز آه وتستفني الأسماء الأجنبية عن اللغة الإنجليزية التي تجمع بإضافة حرف S آه يعني شنو الأسماء الأجنبية يعني مواصلها إنجليزي يعني استمثلاً كلمة كيلو هذي كيلو مو إنجليزية بيانو 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 مو إنجليزية هذي كلمة أجنبية يعني ربما لغة لاتينية ربما فرنسية إذن هذه الأسماء اللي أصلها مو إنجليزي تجمع بإضافة حرف S فقط زين راح يسأني واحد يقلي زين أنا شون عرفه هي مو أجنبية أصلها مو إنجليزي هن معدودات تحفظن أنت عندك لن تحفظن هو هذا تجمع الأسماء التي تنتهي بحرف O قبله حرف صوتي بإضافة حرف S فقط إذن اللي ينتهي بحرف O قبله حرف صوتي تحتقلي شنو الصوتي؟ صوتي يعني حرف إله هذا اللي يقصد بي شوف راديو حرف S نجعل القاعدة رقمه ربعة تجمع الأسماء المنتهية بحرف Y قبله حرف ساكن بتحويل الحرف Y إلى I E وإضافة S إذن lady ladies story stories وإلى آخره أما الأسماء المنتهي بحرف Y قبله حرف صوتي يعني معناه حرف علة فتجمع بإضافة حرف S فقط مثلا boy هذا منتهي بحرف Y قبل الواي علة إذن راح نضيف فقط S تجمع الأسماء وتجمع أسماء العلم المنتهي بحرف Y بإضافة حرف S فقط يعني هنا عندي حرف Y منتهي بحرف Y لكن هو اسم عالم مثلا هذه معناها مريم هذا بالإنجليز معناها مريم إذن أي اسم مثلا Henry Henry شخص اسمه Henry منتهي بحرف Y من أريد أجمع حد ما أقلب الواي علة إذن من أجمع هذا الاسم ما أجمع ما أضيف الواي علة إذن أو أقلب الواي علة إذن فقط أضيف الاسل ليش لأن هذا اسم القاعدة الخامسة تحتوي اللغة الإنجليزية على 12 اسما تنتهي بالحرف F أو F E وتجمع بتحويل هذا الحرف إلى V E وبإضافة S للجمع وهي هذه المجموعة كلها تجمع باللغة الإنجليزية بنقل بالأف أو الأف إي سويهم V E ونضيف S هذه المجموعة كلها تحفظها كما توجد ملاحظة كما توجد أربع أسماء تنتهي بحرف F ويجوز جمعها بإضافة S فقط أو بتحويل يعني هذه المجموعة هي نفس هذه المجموعة ويجوز بها حالتين يعني ممكن تجمعها بإضافة تقلب الـ F إلى V ونضيف S أو ممكن نضيفها فقط S هذه المجموعة الأخرى نجي على المجموعة الأخرى هذه المجموعة هذه الأسماء الأربعة الأسماء فقط الأسماء هذه هذا من نريد نجمعهم هذه المجموعة شو نسوي لهم نضيف لهم S فقط دير بالك مثلا عندنا سنقول safe 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 نضيف لهم فقط S ما تقلب لهم دير بالك هذه ذنه واحد ذنه واحد دير بالك الآن نجعل الجموعة الشاذ هذا جمع شاذ ما بي قاعدة يعني مثل ما نعدنا باللغة العربية عندنا جمع تكسير عندنا جمع شاذ كذلك اللغة مثل ناسة امرأة باللغة العربية جمعها نساء واضح هذا الجمع شاذ هذا الني تحفظ هناك بعض الأسماء التي لها نفس الصيغ في المفرد والجمع هذه الأسماء هي نفسها جمع هي مفرد واضح عندنا كلمة fish تجمع بصيغة مفردة fish او حسب القاعدة مثلا في شو ما ممكن هذا الها الها جمعين هذه نكمل أما الأسماء المركبة بنائيا passerby passerby هذا الني شلون نجمع نضيف يقول لك التي يكون فيها القسم الأول اسما محددا بعبارة او بظرف صفة فإن الاسم هو الذي يحملها دائما الاسم اللي يجمع الظرف ما يجمع الاضافة ما تجمع لا تشوف هنا وين أكو اسم نجمعها لذا نضيف الاسم الأول الكلمة الأولة اللي هي تكون اسم نضيف الهأس نجي تجمع هنا تجمع وتتجه اللغة الإنجليزية الآن وبشكل خاص فيه نواحد هذا نحو اضافات علامات الجمع passerby father and laws لأن هذه أيضا يقول لك علامات أخرى للجمع وهناك بعض الاسم لا يجوز إضافة علامة الجمع عليها إذا استخدمت بعد الأرقام هسا مثلا هذي dozen two dozen دير بالك هذي منضيف الهأس هذني الكلمات ما يصير ضيف الهن أس دير بالك دين dozen score gross hundred thousand million هذني ما تضيف الهن أس دير بالك هذني ما تضيف الهن أس دير بالك هذني ما تضيف الهن أس بالجمع لكن علامة الجمع ينبغي ينتضيف عليه عند استخدامها بدون عدد محدد هذي تشوف إذا بدون عدد محدد إذا ماكو رقم إذا ماكو رقم لازم نضيف الهن أس بس إذا أكو رقم ما يصير ضيف الهن أس دير بالك على هذا المدعب وأحيانا يكون لشكلية جمع معنيان مختلفة مختلفان index شوف يعني شنو يعني أحيانا أن أنت من تجمع رح يتغير المعنى رح يتغير المعنى في دير بالك شوف هذه شوف هذه وين شوف هذه إذا الأحيان يختلف بمعنى جمع الأسماء المركبة تجمع الأسماء المركبة غالبا وكأنها اسم بسيط أي بإضافة علامة الجمع للقسم الثاني من اسم المركب شنو يعني الاسم المركب الاسم المركب هنا كلمتين من فصلات كل واحد دلها معنى وحيد إن دمجة سوية صار المعنى جديد هسا مثلا هذي هورس معناها حصان ومان فارس هورس مان معناها العفو مان رجل وهورس حصان هورس مان معناها فارس دير بالك إحنا نجمع الاسم الثاني الاسم الثاني مو الأول يعني أغلب الأحيان أوكو أكو حالات تنطبق نفس القاعدة على الأسماء المركب التي لا يكون قسمها الثاني اسم أها إذن إذا الاسم الثاني هو مو مو القسم الثاني إذا هو مو اسم نفس الحالة العفو يعني هسا هذي مثلا هنفل هنفل إذا تشوف أنت غير في الهأس يعني حسب ما موجود يعني دائما نفس الكلام هو نفس الكلام بس الشرط أن يكون اسم بس هذي هنفل مو صفة دير بالك معناها حفنة اسم هذي مو معناها فل انتهي فل معناها صفة دير بالك كما تنطبق نفس القاعدة على الأسماء المركب التي تتألف من كلمتين من فصلتين بوي سكوت بوي فريند أحصير بوي فريند ما تصير بوي فريند إذن دائما لمن عندي كلمتين أو كلمات مركبتين أو كلمة صف كلمة أغلب الأحيان الكلمة الثانية تجمع دير بالك هو دائما الاسم يجمع وإذا كان عندي اسمين الاسم الثاني يجمع ويمكن في بعض الأسماء المركب أن يجمع كل القسمين إذن ممكن يكون اثنين حسب أنت ذني عندك ذني تحفظهين ويسيطر على الجمع كل يته قاعدة الثامنة هناك بعض أسماء الجمع ذات الصيغة المفردة التي تعامل معاملة الجمع إذا تشوف أنت أسماء الجمع ذات صيغة المفردة يعني هي صيغتها كأنها مفردة لكنها تعامل معاملة الجمع دير بالك على أكد واضح جموع الأسماء الأجنبية الأصل ذني أيضا اعتبرنا شواف ذني كن نحفظ الكلمة ذات الأصل اللاتيني كذا جمعهم الكلمات ذات الأصلة اليوناني كذا جمعها الكلمات التي دخلت حديثنا للغة الإنجليزية من المشأة فرنسي أو إيطالي وتجمع بأي من الطريقتين الأصلية أو الإنجليزية للقاعدة أكو كلمات أصلها إيطالية من نريد نجمعها إشلون ما يجمعونهم الإيطاليين هم الإنجليزيين يجمعونهم وأحيانا تجمع جمع إنجليزي يعني بضيفة الأس فلن يتحفظها هناك الأسماء لا تستخدم إلا في حالة تجمع وتعامل معاملة الجمع دربالك هذن الكلمات تجمع جمع واستخدم جمع يعني ما يجب أن نستخدمها المفرد من نعد هنا أسماء بعض الألبسة أسماء بعض الأدوات أسماء بعض الأمراض أسماء بعض الألعاب أسماء أخرى هذن كلهم تحفظن ذني يعني من نريد نجمعهم يعامل معاملة الجمع هناك أسماء تحمل صيقة الجمع لكنها تعمل معاملة المفرد هذن إن جمع بس يعتبر المفرد يعني كقواعد مثلا نستخدم news are لو is news is what is news مثلا the news is مو the news are دربالك هذا يتعامل معاملة المفرد المفرد وينطبق الأمر نفسه على بعض العلوم التي تنتهي بـ ICS أيضا هذا الحال أمنى نفس الحالة يعني تعامل معاملة المفرد كل هذا كل ما يوجد بهذا اليوم أتمنى أنه استفاديته هذا الدرس يفيد الطلاب المرحلة الأولى والثانية ويفيد بشكل عام للغة الإنجليزية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا الناون بسازف احنا تكلمنا عنها بفيديو على القناة وإن شاء الله هذا الفيديو يعني يكون بالتفاصيل أكثر هذا الموضوع يتكلم عن العلاقة ما بين الاسم والأس يعني هذه الأس الموجودة بين الاسمين هذي شنو علاقته شنو يعني علاقة شنو تعرفون أنه عدنا هي أس الملكية لكن هي مداما تكون هي أس الملكية أحيانا تستخدم استخدامات أخرى هي أوكي تسمى ناون بسازف دائما تسمى ناون بسازف بس شنو نوع لها يعني شنو استخدمت الغرض شنو أولا بسازف يعني شنو يعني شنو يعني شنو قصده قصده تكون رابطة يعني خلين قول الانتماء يعني هذه الحات جونس هات يعني هذه قبعة جون ومثلا جونس هوم منزل جون أو عليز كار سيارة علي فشي علي أخذ أصبح ملك علي إذن هو علي أشتراه وأصبح ملك علي زي نوعية الثانية نوع الربط ما بين الأس والاسم كاركترازيشن أو دي سكربشن ها كاوس بوي ووك مين سكاوتز يعني شنو يعني دا تشوف هنا من أقول ومنس شوز ومنس شوز أحذية نسائية هنا لا ما نقدر نقول هذي الأحذية بس لهذي النساء لا هذي نوعية يعني هذي هذي نقول وصفي وصفت هذي ل الأحذية هي فقط ل النساء يعني مون ملكية واضح زين عندنا نوع الثالث اللي هي أرجن يعني شنو يعني أصل لنقول وليم شاكي سبيرانس وليم شاكي سبيرانس بلاي يعني مسرحية وليم شاكي سبير يعني شنو يعني الشخص اللي كتابها هو هو الشخص اللي يعني خلين نقول عصل هه انشأت 8 انشأت من او مثلاً كاريز نوفلز مسرحية كاريز يعني من رواية كاريز يعني هذا كاري هو اللي كتابها إذن راح تسمى بكاريز نوفلز إذن هذا النوع اللي ما بتهن الأصل خلين نقول هو أنشأ هذا الشيء أنشأ هذا العنصر لذلك سميت بأنه كذا يعود إلى الشيء اللي أصله نجعلنا على الثالث الرابع اللي هو ميجا ميجا يعني شنو يعني قياس ما بين تايم وقت فاليو قيمة وسبيس يعني خل نقول مجال أو يعني يعني مسافة مثال عليه ساعة من الانتظار احنا شوف احنا ما نقدر ونقول هذا الانتظار يعود إلى الساعة لا وانما هي يقول لك يعني انتظار لمدة ساعة إذن هذي قياس هنا دولار سورث هنا شوف دولار يعني هنا هذي شوف هذي شوف هذي خمم ملكي لا هذي يعني قاس القياس يعني القيمة وهذه هنا مسافة اللي هي سونز ثرو يعني رمية ستون رمية الحجارة فهنا هذي مسافة نجعله سبجكت أفاكت سبجكت أفاكت يعني شنو يعني الفاعل قام بالفعل يعني شنون جونس فلايت رحلة علي من هو اللي سافر علي سافر جون إذن هذي راح يسمونه سبجكت أفاكت مهمة هذا الموضوع طبعا من أقول جونس مثل جون عليز فلايت رحلة علي من هو اللي سافر علي سافر واضح فهنا هذي مهمة جوتس 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 ديسيشن قرار القاضي من هو اللي قرر القاضي إذن إذا الفاعل هو نفسه قائم بالفعل راح تكون سوبجكت أفاكت عندنا عكسه الشخص الذي يقوم بالفعل مجهول يعني أكو شخص آخر قام بالفعل علي يعني راح نقول هي أولا تستخدم الميزة تستخدم تعرفها من خلال وجود المبني للمجهول بنا تشوف مبني للمجهول النوع مرته object of act يعني من خلال وجود الواز وتصريف ثالث للفعل أو الإذا والآرم والأم والواز وتصريف ثالث وطبعا جونز بنشمنت هنا دنشوف أنه الفاعل راح يقع عليه الفعل يعني مو هو اللي يقوم بالفعل يعني أكو شخص آخر أدى إلى فعل شيء معين الفعل أصبح على الفاعل دنشوف جونز بنشمنت عقاب جون شوف أوليوتس كريتسيز يعني ده تشوف هنا أكو شخص آخر قام بالفعل فأصبح الفعل على الفاعل هذا التمرين مهم تحفظونه ده يقول لك أكتب العلاقة مع بيناتن زيان هذا نفس التمرين أيضا كذلك زيان أو كذلك هذا كل نفس التمرين نقرأ يعني مجرد جاوبون لكتبون الحل وتحفظونه نافظ لنتقل على هذا الموضوع هذا الموضوع يقول لك بين لهذا اسم أو لا شلون الميزة الميزة تعرفها أن هذا اسم أو لا من خلال إذا هي مورفيمين تعتبر اسم وإذا هي مورفيم معها تعتبر مؤسم بلاير هذي بلاي وهذي إي آر هذي مورفيمين إذن هذي تكون اسم الثانية بس براي إذن هذي مؤسم نجي الثالثة وحدة يعني الثالثة سايد ووك هذي شوف هذي سايد واحد وايك وووك واحد إذن هذي نون وعلى آخره تحفظون التمرين أنتوا إن شاء الله نجعل الفرب باردوب يعني معناها تصاريف الأفعال يعني الفعل باللغة الإنجليزية بأي شكل يجيني الستم اللي هو المجرد واضح الستم اللي هو المجرد هنا عدنا present third person اللي هي أس الشخص الثالث present participle اللي هي التصريف الآين جي past tennis اللي هو الماضي و past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل اللي هو هنا أضيف s وهنا أضيف ing وهنا أضيف ed وهنا ed أو إذا كان فعل شاد زين this occurs after two or after auxiliaries إذن أما بعد two أو بعد auxiliaries اللي هي to sit هذي two يجي ورها فعل مجرد وهنا can go بعد الفعل الناقص أيضا يجي وكذلك في حالة الجمع مع المضارع البسيط الموقع الثاني the present third person singular is a firm used with singular يعني هنا هذي الاس شخص الثالث اللي احنا قلنا ذا كان الفاعل مفرد he or she or it أو أي اسم مثلا he cuts is هنا هذا اللح نستخدم هنا he cuts s شخص الثالث زين هنا طبعا رد يتكلم عن اللفظ الاس اللي موجود هذا مو مهم يعني الاس شتلفظ من كان إذا توجد مع الفعل هنا the present participant اللي هو لا ينجي إذا أجت قبله اللي هي يعني إذا أجت قبله الحام والإز والار والوز والوير والبي والبين كذلك ذنني آية يعني وهي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبع كلمات ذني اذا اجي نيجي بعدهن ماضي مفعل بING واضح زيان نجعل الباست تينيس اللي هو الزمن الماضي اللي هو يجي في زمن الماضي البسيط وهذا واضح ما يحتاج لاشي وعدنا الباست بيرتسابول اللي هو نعرف قواعده وين يجي يجي بعد الزو الام والواز بحالة المبني المجهول وكذلك يبني في المضارع التام والماضي التام اللي هو بعد الهاد والهاف وكذلك الهاد راح يجي تصريف ثالث للفعل هنا فانا متكلم عن الفعل وتصريفه اللي هو يعني مثلا عندنا الاول اسو شخص الثالث وهنا ينجي هنا الماضي هنا تصريف الثالث الفعل وهنا النومبر مالتين يعني قال لك اكتب الرقم مال كل خاصية زيان هذا كل ما يوجد بنسبة لأول محاضرة بعد محاضرة اللي قلت لكم تشوفونها موضوع بعد الجمع احنا قلنا عندنا محاضرة الجمع وهذه المحاضرة الثاني اللي هي بعد الجمع الهنا طبعا احنا نتوقف وعدنا بعد المواضيع بسيطة كلش سهلة ويعني مو كلش مهمة طبعا بعدها هذا اهم مواضيع بفصلة 11 تمام وهي السؤال او استفسار يعني مو قسط قلونا هيش موضوع كذا معا وانا اشرح لكم يا ان شاء الله